فالرعشة دي مهمة جدا الحلقة دي مهمة جدا جدا عشان تعرف هنشوف الاسباب وهنشوف العلاج وبإذن الله تعال معنا افلام جميلة قوي افلام علمية حلوة ده اللي هي الرعشة بسبب الادوية او السجاير في ناس بتاخد ادوية او سجاير او مخدرات بتتريعش كده الرعشة الخليفة دي تلاقي رعشة خفيفة بتتريعش ايدي بتتريعش رعشة خفيفة رجل بتريعش رعشة خفيفة اسمها ودي رعشة خفيفة ممكن تلاقيها بسبب ايه المخدرات او الادوية وساعات بسبب اه رعشة زي مثلا السيروتكسوكوزيس اللي هو واحد عنده زيادة في الغدة وتلاقي لما يمدي ده تلاقي اه رعشة كده خفيفة اسمها دي ايه او رعشة عندنا رعشة تانية بسبب عصبية واضحة لما بيتعصب اوي تلاقي بيتريعش لما يتعصب اوي تريعش وحله انه هو ما يتعصبش اوي هد شوية حد يطبطب عليه متان فعلش اوي ها راحل يطاقلك عرق يعني ايه طاقلك عرق ساعات ناس تشد على نفسها اوي يروح عرق طائق يعني ايه عرق يعني تفتح العضلات ومصارينه تطلع براه ده بنسميه او فتاء او يطاقلك عرق طيب برضو عندنا رعشات مادة الزراع اللي هي بنسميها بقى بص بقى احنا نعمل كده لو رعشة كده خفيفة طب لو انت عملت كده ولقيت دك بتعمل كده لا ده فيه كده كبد تعبان يبقى دي اسمها ايه رعشة مادة الزراع كده اسمها فلابين تريمورس كده فيه كبد بقى ده الكبد عايز تعمل طيب فيه رعشة تانية اسمها رعشة ايه اسمها البركنسونيزم ايه رعشة التسبيح رعشة التسبيح الرالي تلاقي واحد عمال يعمل كده طول ما واعد سبحان الله والحمد لله ولاقيه سبحان الله والحمد لله طبعا الحاجة ده هي ايه 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 بتعمل كده غز بعد واللي عنده بركنسونيزم ده فيه حاجات مشهورة قوي عنده عنده وشه كأنه لابس ماسك ما بيتحكش ما بيفرحش ما بيحزنش ماسكينج فيس واجه بلا تعبيرات وعنده تسبيح باستمرار وعنده عنده بيكحت في الارض بيمشي كحت في الارض دي مشكلة في الدوبامين وبنعالجه دبا بالقلي دوبا والحاجة اسمها السينيميت وحاجات ساعات من البنزويج آآ كوب بارتمنسو حاجات كتير اوي لكن احنا بنعالج الناس دي كمان بسم نحل وتدليق وحاجات موضوعية بيجيب نتائج رائعة طبعا ما نستغناش على الادوية لكن في حاجات بتجيب اسرع من الادوية بكتير جدا طيب يبقى ده البركنسونيزم اقشتها للرعاشة في رعاشات اسمها الرعاشات الصامتة خلي بالك بقى من الرعاشات الصامتة دي الرعاشات الصامتة دي بتلاقي انسان عنده ناص في الكالسيم ناص فين في الكالسيم لما نيجي آآ نعمله نقيس الضغط نقيس الضغط نشدة عليه تلاقي عمال يعمل كده دي اسمها رعاشات صامتة وهو ما كانش بترعش بس اول ما حد زنوا ترعش وممكن بالخناق ولا حاجة تمسكه تلاقي عمال يعمل منها كده الرعاشات الصامتة بنفس الكالسيم دي ساعات بتعمل شد عضلي يعني شد عضلي يقول لك صوابع بتركب على بعضها وساعات العضلة بتمسك في العضلة وعايز حد يفكني دي اسمها رعاشات صامتة او سيلانت ايه تريمي فيه رعاشات نتيجة دمور العضلات يعني ايه بقى يعني في عضلات بتضمر في مشكلة في الاعصاب بيحصل موتر نيرون دزيز بتبص تلاقي العضلات بدأت تضمر بتاعت اليدين جالي مرضى كتير جدا آآ الاول يبدأ بضعف وبعدين تآكل اللحمة ما عندوش لحمة ها موتر نيرون دزيز وبعدين يقول لك مش عارف استعمل ايدي ولا رجلين طيب يروح لدكتور اسمع بقى القنابل اللي جاي اه ده موتر نيرون دزيز وملوش علاج طب هو ملوش عند اهلك انت وفاق وكل زي علم العليم يعني ايه هتقول ان انت اعلم واحد وما تلفش ما تلفش ملوش علاج وخلي بالك الحلقة تسوق طب هو لو جه هندي له حاجات زي سم النحلة كده ما بين الصوابع توصل الموتر نيرون آآ اندي بليت وتوصل حاجة اسمها الوسطى العضلية العصبية وبعدين بيبتدي اللحم ينمو بنحط له حنة فوقه تحت وتدليق وبنكتر ونعمل شغل جامل ونرجع اليدين تفتح وتقفل تاني حتى الناس اللي عندها تشوه بتبقى بتاع الروماتويد وخلاص بقى لا بيفتح ولا بيقفل لا تعالى لنا وان شاء الله نحط لك حاجات جميلة ونرجع لك ايديك تاني في ناس طبعا آآ بتروح لدكتور باو وبلكونيلوميزوتريكسيت وهيدروكين وآآ مش عارف ايه وكورتيزو وكل تيه بيقول لك مينوسابريسو الدراجز طب عمليته ايه ولا حاجة ناصم ناصم ولا حاجة طيب يبقى لابد ان تفكر خارج الصندوق وإيه اللي هتتضمر وتتدهور وعضلاتك كلها هتتشوه وما فيش علاجة طيب عندنا كمان في رعشة الجنس طبعا دي مش موجودة في كتب الانيرولوجي لان هو في الانيرولوجي كاتب انه والله عندنا فاين تريمورز وعندنا آآ آآ تريمورز اعلى شوية كورس تريمورز وعندنا فلابينج تريمورز بس ما عندناش سيكس تريمورز بس سيكس تريمورز ده اي واحد بيمارس الجنس عارف انه امتى بيترعش ودي بيسموها رعشة اللزق او رعشة الايه القذف لكن زي ما بقول لحضرتك ممكن انسان يكون بيترعش من غير قذف ومن غير حاجة طب بتترعش ليه طب دكتور الرعشة دي مفروض بتيجي للست اكثر ولا للراجل اتنين احنا المفروض الارجازم ده او الرعشة بتاعت يعني المكسمم آآ آآ نقول عليها القمة الشهوة او قمة النض مفروض انها بتيجي للراجل وبتيجي لو الراجل وست محترمين وطبعا الراجل عارف يعني ايه اصارة ويعني ايه خطوات يعني ايه مراحل والجنس بتاعه نص ساعة ساعة ساعتين بيوصل للارجازم او بيوصل للرعشة دي بعد نص ساعة بعد ساعة كزا لكن لو هو استغفر العظيم عن زيال بهين وتلات اربع الرجال بهايم ولا عزو بالله فتلاقيه راح راكب على الزوجة خمس دايق نزل ام غرف ده ايه بقى الارف اللي انت عملت قول حاج اهله مربوش ولا حد علمه ولا في مشايق ولا في زفت ولا في دكاترة ولا في طين هو كادة وازا كان عجبا وعندنا ملايين السيدات متعرفش يعنيه لرعشة الجنس ولا متعة ولا تعرف اينيه. طب دكتور لو الراجل عارف يطول في العلاقة ممكن الست يجي لها اقرب من مرة رعشة في خلال اللاقة الواحدة. آه مرافو عليك. ممكن الست تشبع كزا مرة. يعني الراجل عشان يجبع. المفروض بين الشبع والشبع خمسة واربعين ديقة. ده لو راجل يعني قوي. لكن لو راجل من اللي هو هشك بشك. او فسكون يعني. فدوان حينزل وبقى بني لو قام بقى ده عام زي ذكر البط كده ويعه. كل سنطة طي. فده نكد يعني. انما هو لو قوي خمسة واربعين ديقة يا جامعة تاقي. طب يا دكتور لو في نفس العلاقة اول مرة ما عارفش يطول في العلاقة. ممكن يحاول مع نفسه تاني في نفس المرة. مع نفسه تاني يقوم يتوضى. يقوم يعمل تعاش. خش الحمام. ممكن يخش في الصيف كده اخدوش يوصلي ركعتين. ويحاول تاني. ده راجل محترم. في واحد. نحاول بهابله ده وعبطه ده. ما برضو هينزل بسرعة. في واحد بيقول لحضرتك ان هو بيتول في العلاقة وزوجته ما بيجي لاش رعش برضو. ده معناها ان هي برضو مش ابعتش ولا ده. ما مش ابعتش يا باشي. والمفروض الراجل يعرف امتى الزوجة تشبع. لو مش عارف امتى بتشبع تبقى لما اخزة حصان. يعني مش هقول عليك حمار. لا هنقول عليك حصان. يعني لازم تحس بان الزوجة تشبعت وبعدين الزوج المحترم ما بيشبعش ان لما الزوجة تشبع الاول. هي تشبع الاول بعد ربع ساعة نص ساعة يشبع هو. انما هو طق الشيء طب وبعدين نيلة النيلة كده. عاوزين نعلم الناس تاني. نعلم المشايخ ونعلم الاطباء ونعلم الناس. ان في مراحل وفي خطوات. وفي جنس. اللي الجنس بتاعه السيكس قال من نص ساعة لازم يتعالج حضرتك. انما خمس وعشر دقيقة ايه ده? انت دخلت الحمام تتبول?